السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا من حضراتكم في المحاضرة الثانية من مقارن مادة مقدمة في الإعلام الرقمي إحنا المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن الفرق بين الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي وعرفنا إيه المزايا اللي بتميز الإعلام الرقمي عن الإعلام التقليدي وعرفنا بشكل مبسط كده عن أشكال أو أنواع الإعلام الرقمي إحنا إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن بشكل تفصيلي أكتر عن أنواع أو أشكال الإعلام الرقمي إن شاء الله إحنا مقسمين إن شاء الله أنواع الإعلام الرقم بيتورى طبعا دي حاجة مهمة جدا إحنا مقسمينها على محاضرتين إن شاء الله لنهاردة هنتكلم عن جزء والمحاضرة اللي جاية إن شاء الله هنتكلم عن جزء آخر وده طبعا مهم برضو. النهاردة ناخد كده بريف سريع او ملخص سريع عن محتوى المحاضرة النهاردة. احنا هنتكلم عن المدونات او زي ما حضركم عارفين. هنتكلم عن المواقع الاخبارية. هنتكلم عن الكتب الالكترونية. هنتكلم عن رسائل البريد الالكترونية. وهنفهم يعني كل ده بشكل تفصيلي. وهندع عليه برضو زي ما اتفعنا في المحاضرات اللي فاتتها عن هنتكلم ازاي وهنعمل ايه في خلال كل المحاضرة. فان شاء الله بازن الله هنتكلم عن كل حاجة من عناصر المحاضرة النهاردة. بشكل تفصيلي بقى التاعتها طبعا هيتبقى مفيدة جدا وفي نفس الوقت هتثبت المعلومات وتساعد على الفهم بشكل ابسط وبشكل الاصلاب كتير. هنبتدي النهاردة نتكلم عن اول شكل او اول نوع من انواع الاعلام الرقمي النصوص الالكترونية. النصوص الالكترونية هي المفترض المقصود باي مقصود بالنصوص الالكترونية هي اي نص اه مكتوب الكترونيا او يعني مش مجرد حجمة ورقية طبعا. احنا خلاص احنا عدينا المرحلة دي وارفنا الفرق ما بين الاعلام الرقمي والاعلام التقليدي وخلاص احنا اه ان شاء الله احنا بعد كده كلامنا كله عن الديجتال ميديا والاعلام الرقمي. اه النصوص الالكترونية هي اي نص اي كلام مكتوب اه الكتروني او او ديجتال. اه طبعا اه دي دي حاجة مهمة جدا من اشكال او انواع الاعلام الرقمي النصوص الالكترونية النصوص الالكترونية دي هي عبارة عن ايه? هي عبارة عن هنتكلم عن اول جزء من النصوص الالكترونية اللي في الاعلام الرقمي اللي هي المدونات او ال ايه هي المدونات دي هي مفترض اه تطبيقات اجتماعية اه متاحة على شبكة انترنت اي حد على على عنده انترنت ممكن اه يعمل او شيء من المدونا. اه طبعا يعبار عن صفحة الانترنت تظهر عليها بقى تدونات اه طبعا مترتبة ومتريخة اه بترتيب زمن ويتصعودي اه من القديم للحديث او الحديثة طبعا تصعوديا يعني اه من الجديد الى القديم اه احد اسحاجات بيزعبها كلا يزعر اللي قبلها تنزل طبعا تريف فيه هوا اه بيتم الادارة المدونة دي من خلال الناشر بتاعها او صاحب المدونة اه هو اللي بتحكم فيه اي نص اه الالكتروني مكتوب فيها. ده شكل من اشكال النصوص الالكترونية. طيب اه انا ممكن اه افهم بشكل طبعا ابسط شوية. كما طبعا يتضمن النزام آلية لارشفة المدخلات القديمة طبعا النزام اللي على المدونة ده. بيبقى عنده حاجة طبعا من مزايا الانترنت هنتكلم برضو عنها ان شاء الله في محاضرة اه ان شاء الله من ضمن المحاضرات بتاعتنا عن او المزايا او فوائد الانترنت احنا ممكن يستخدمها ازاي في هالاعلام الرقم. اه طبعا ويكون لكل تدوية منها طبعا عنوان دائم ومصار دائم ما يتغير منذ نشرها. يعني مسلا مدونة اسمها كزا بلوج اسمه كزا. ده طبعا موجود ما بتغيرش. طبعا القارئ ممكن يرجع لها في اي وقت زي ما احنا قلنا من ضروره من مزايا الاعلام الرقمي. ان احنا اه ممكن نستعيد اي رسائل او اي اه اه مسجات اه اه في اي وقت وفي اي مكان. وعن طريق طبعا الاجهزة الالكترونية بتاعتنا مسلا موبايل او لابتوب او كمبيوتر. على حسب طبعا المتاح مع حضرتك. اه طبعا وتتيح المدونات طبعا لكل شخص ان ننشر كتاباته بسهولة كبيرة جدا. طبعا انت ممكن مسلا لو لو هنتكلم عن الاعلام الرقمي طبعا احنا بنتكلم عن شكل من اشكال او نوع من انواع الاعلام الرقمي اللي هي المدونات. اه ممكن مسلا غالبيتنا ممكن يعرف ممكن يكون في حد من حضراتكم عنده اصلا مدونة بيكتب فيها اه طبعا ده اه طبعا اه مهتم بكتابة حاجات معينة حاجات علمية حاجات سياسية حاجات ثقافية حاجات دينية على حسب طبعا كل شكل من الاشكال الاهتمام بتاع كل حد فينا او كل حد عنده مدونة طبعا بيبقى اه ليه اهتمام معين انا عندي مدونة بتكلم عن الحاجات الرياضية عندها مدونة تتكلم عن حاجات سياسية عنده مدونة تتكلم عن حاجات تاريخية طبعا كل حد على حسب اهتماماته طبعا المدونة دي هو المسؤول عنها صاحب المدونة هو المسؤول عنها هو اللي بينشر فيها المحتوى او النص الالكتروني ده. ده من ده من حيث المدونة. تعرفها يعني ايه مدونات اصلا? طيب ممكن بعد كده فيه اشكال وفيه انواع كتير من المدونات. زي ما هلسا قالين من شوية. طيب ممكن نتكلم عن ده بشكل تفصيلي ان شاء الله دلوقتي. هنتكلم عن مثلا نوع من انواع المدونات اللي هي من ضمن النصوص الالكترونية المدونات الشخصية اللي هلسا يليها من شوية. هي مسلا هي عبارة عن ايه مدونات شخصيتي هي التعليقات المستمرة للمكابلة الافراد ضم اصحاب المدونة او الناشر بتاع المدونة. ويعد هذا النوع الاكثر شيوعا. طبعا ده مفدل ده اكثر شيوعا موجود اه على الترنت. اه واصحاب المدونات طبعا عادة يفتخرون من مدوناتهم كانت لا تقرأ اصلا. يعني مسلا انا قاعد مع مجموعة من اصدقائي انا عندي مدونة مثلا. اه بتكلم فيها عن عاجات رياضية. قاعدين احنا كانوا مجموعة من الاصدقاء بنتكلم طبعا انا بفخر جدا ان انا عندي مدونة. اه حد من حضراتكم مسلا عنده مدونة وليكن بيكتب فيها اه اراء سياسية معينة عن قضايا معينة عن شأنها حاجة معينة. اه بغض النظر عن المكان اللي بيتكلم عنه سياسيا عن ايه. اه طبعا حد تاني اه طبعا عنده مدونة رياضية حد عنده اه مدونة بيكتب فيها شعر ادب حاجات طبعا نثر حاجات كده حاجات ادبية يعني ثقافية طبعا كل واحد حر هو هي دي من ضمن المزايا اه بتاعة المدونات طبعا ودي من ضمن الاشكال المهمة والاكثر شيوعا زي ما احنا قلنا هي المدونات الشخصية. وطبعا ده بيفرق جدا مسلا انت مع مجموعة مسلا اه على مستوى ثقافي فانتعد مع جماعة اصدقائك من المثقفين والادباء فانت عندك مسلا مدونات تنشر عليها اه الشهر بتاعك او القصيدة بتاعتك او او الاخره على حسب طبعا نوع المدونات هي بتهتم بيه اصلا ده ده نوع من انواع المدونات. اه عندنا اه برضو في انواع تاني او نوع تاني هو هي مدونات المؤسسات او الشركات طبعا اه النوع من هذا النوع من المدونات. بس طبعا القضاعات الخاصة واغراض مسلا تجارية تسوقية. اه طبعا تحسين التصالي التواصل في الشركة من على الجمهور او الاخره او على مستوى تسويقي طبعا. اه طبعا متسمى من دونات الشركات طبعا وطبعا فيه برضو اه مجموعة من النوادي او الاندية او جماعيات بيستخدموا بعض اه هذا الشكل من المدونات. طبعا دي مسألة اه كل واحد وحسب يعني اهتماماته طبعا في الفترة اللي اللي هو بيشتغل فيها اه كاعلام النقب اللي هو بيحب الشكل المدونات ويبقى عندهم الشركات او المؤسسات نوع من المنصة الالكترونية او الوسيلة الاعلامية الرقمية اللي يتواصل بها بقى مع اه مسلا او شركة مع جمهور الشركة دي او الموظفين فيها او حتى الجمهور اللي برا من خلال اه نشر مقى الاعلاناتها تحت الشركة عليها او الاخبار او او الحسب طبعا الاهتمام بتاع الشركة او نوع الشركة دي مع شركة تجهزة كهربية شركة اه مش عارف اه مستحضرات تجميل على حسب طبعا كل واحد دي وجدت اه نظره وتخصصه طيب اه في عندنا نوع ثالث اه من انواع المدونات طبعا هو مدونات لنوع معين طبعا اه في نوع من المدونات تكون بتركيز على مدوع معين مثل مسلا زي ما احنا قلنا مدونات سياسية بس عندي حد تاني مهتم مدونات السفر اه وده منتشر اكتر الفترة الاخيرة نتلاقي دايما بيعملوا مدونات اه عن مسلا اسعار تذاكر والرحلات ومواسم السفر لدولة ما او اه رحلة لمنطقة معينة او اه تجربة معينة عن السفر طبعا وفي ناس بيتكلموا برضو عن مدونا اه لازياء لموضة طبعا بشكل خاص السيدات بيهتموا جدا بهذا النوع من المحتوى الرقمي او النص الرقمي اه عندهم مسلا حاجات لعلاقة بتعليم حاجات لعلاقة بصيقة طبعا كل حاجة لها يعني شكل يعني مدونات فيها اشكال كتير وفيها انواع كتير لكن في نوع طبعا لهو مسؤول عن حاجة معينة فقط يعني انا مسلا عندي مدونات ممكن اكتب فيها حاجة سياسة وشواجة وحاجة رياضة حاجة لا بقى فيه مدونات معروفة دي مدونات سياسة بس دي مدونات اه ازياء وموضة طبعا المهتمين اه كالسيدات طبعا اه في عدنا اه حاجة له اه حاجة لهessa مدونات السفر اه مثلا يعني ده ده نوع من انواع المدونات برضو هي مدونات لنوع معين من اه المحتوى. اه عندنا برضو في اه شكل تاني او نوع تاني من انواع المدونات هو مدونات حسب نوع الوسائط. اه يعني مدونات حسب نوع الوسائط. عندنا عفوا هناك انواع hayda من المدونات حسب نوع الوسائط الى تقديمها مثل مدونات الفيديو يتسمى وانا تشوف ده. ومدونات الى تسمى بتسمى بلينك لوج طبعا مسميات سوري. ومدونات الرسوم يتلق عليها اه اللي هي حاجة التي اتوجد حلقة بالرسوم. ومدونات الصور تسمى بفوتو بلوج. فيه عندنا اه حسب اه نوع الوسائط الوسائط اللي هي الصور والفيديو والآخره الوسائط الاعلامية. حتى يسمىها ووسائط المتعددة. ممكن عندنا بنستخدم حضرتك مثلا بتحب المحتوى الفيديو او شكل الفيديو فانت بيبقى فيه مدونات متخصصة بالفيديو بس في حضرتك بتحب او حضرتك بتحبه المدونات اللي بالرسوم اللي هي مهتم بمحتوى فيه رسوم فيه برضو مجموعة من هزا المدونات وهزا التخصص فيه عندنا لا انا بحب المدونات على الصور بس ده بيهتم بس الناس تحب الفوتوغرافيا الناس تحب الصور الناس المصورين المتخصصين او غير المتخصصين كمان مجرد الهواة فطبعا بتهتم بمدونات الصور طيب فيه عندنا برضو حاجة مهمة جدا نتكلم عليها ليه ليه المدونات دي نجحت فيه مع في ظل الصورة التكنولوجية الرهيبة اللي احنا عشناها اه مثلا في خلال العشرة او خمس شهر سنة اللي فاته اه عندنا اه اه طبعا لاني اه فيه مجموعة من العناصر ساهمت او ساعدت على نجاح اه اه هذه المدونات اه من اهمها طبعا مجموعة من العناصر او الاسباب منها سهولة انشاءها عندنا العديد المواقع الاتونان دي خاطر من دعم انشاء المدونات فيه عندنا اصلا مواقع بتساعدك ازاي اه ان حضرتك او حضرتك تعمله مدونة اصلا هزيه مواقع ده ما تساعد بيزار المدونات بشكل افضل مثل مسهل تحزين المحتوى والصور ادالي ادارة المدونات عندنا ازاي انت من خلالها انت تنشئ المدونات دي لها ازاي طبعا بقى عندنا ده بشكل كبير ده من ضمن الاسباب ان اننا مسلا عندنا اه يكون فيه اه سهولة في انشاء المدونات اه وبالتالي هو ده اللي ساعد اه على نجاح المدونات طبعا وانتشارها في ظل انتشار الانترنت والثورة التركنوجيه الهائلة اللي احنا بنعيشها في خلال الفترة السنوات الاخيرة اه عندنا برضو اه 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 حاجة برضو مسلا من ضمن اسباب النجاح المدونات اه هناك نعمل جاهزة مسلا تصميم الموقع المدونة بحيث تمكن مستدام من اختيار التصميم ازي نسبه عندنا فيه تنبلت له حاجة طبعا تنبلت لهو يعني حاجة جاهزة تصميم جاهز او ديزاين جاهز اه تقضي عندي الخدمات بشكل مجاني اصلا مقابل تسجيل الدخول وادراج السر خاصة مستخدم يعني انت حضرتك مسلا ممكن من خلال الموقع معين بيقدم لك نصائح وارشادات يساعدك على انت ازاي تعمل مدونة وازاي تكريات مدونة على الانترنت وازاي حضرتك تديرها يعني ممكن من خلال هنا تنشر كزا هنا ترفع صورة هنا تحزف الفيديو هنا ترد على تعليقات الناس طبعا بفيه مواقع كتير مسؤولة الحاجات دي وبتقدم الخدمات دي وبتفيد طبعا الاخرين بشكل كبير جدا وبشكل منتشر وفعال من ضمن برضو الآزاب نجاح المدونات سهولة تحدثها والسهولة المستخدم للمدونات ما بيحتاجش برامج معينة او خبرة كبيرة في دارة موقع يعني مش محتاجين مسلا تكلفة كبيرة عشان نشتري ونعمل حاجات تنكلف نصرف مصاريف كبيرة جدا اه على ان احنا ننشئ مدونة او نشتري موقع او او الاخيره طبعا احنا مش محتاجين ده كله ايبقى فيه طبعا لو حركت اسمعها حاجة اسمها برضو ده حاجة اه تقنية كده بسيطة جدا جدا اه بحاجة لها علاقة شبه كده برضو بيعمل ده من خلال طبعا من خلال حركت ده تدير المدونات بتاعتك وبيبقى عاديين جدا كلمة السر يعني اللي انت تخش بيها على المدونة بتاعت حضرتك ومضوع بسيط جدا ده من خلاله تنشر المحتوى هو النص اللي حضرتك عاوز تنشره وتوجهه اه لاي فئة معينة عاست تتكلم عن حاجة سياسية عاست تتكلم عن حاجة الرياضية عاست تتكلم عن حاجة دينية طبعا لحسب نوع اه المدونة بتاعت حضرتك او اهتمامات حضرتك كصاحب المدونة او كناشر في المدونة اه اهتماماتك فبالتالي بيعكسها او بتنشرها على هذه المدونة طبعا ده بيساعدك كمان ان من خلال ان حركة عندك المدونة تخش بس بيوزن او او بسيط جدا مش محتاج تكلفة رهيبة او حاجة حاجات بسطة جدا وفي حاجات جاهزة زي ما عقولنا او حاجات جاهزة جاهزة كده بيبقى موجود طبعا ممكن حركة تضيف من خلالها صور وتشبه طبعا طري التحميل وضفى العادية على الورد ده وزي اي بنامج عندي انا بيبقى بضيف صورة زي نرفع طبعا برامج معينة اعمل كده طبعا ويقدم الموقع للمستخدم دليل بجميع اللغات طبعا ممكن محرك مسلا عايزت حاجة باللغة العربية انا عايز ادير الصفحة باللغة العربية لا انا عايز ادير بالانجليزية عايز ادير بالفرنسية طبعا بيبقى فيها عندك مية من اللغات وتختار اللغة اللي حضرتك طبعا عايز تنشئ بيها الموقع او المدونة بتاعة حضرتك وطبعا يكون في له لوحة التحكم او اللي هي او اللي هو اللي بتدير منها المدونة دي او الموقع بتاعك تكون بطبعا بجميع اللغات لو انت حابب طبعا زي ما حضرتك بتحدد وحرك بتختار لنسبك يعني استعمل بجائزة وحرك من خلال السهولة بتاعت من ضمن مزايا او نجاح المدونات ان حضرتك فيها موضوع سهل جدا تنشئ وتدير مضافش اي مشكلة خالص بشكل بسيط وسهل وطبعا وفعال وتقدر تخاطب جمهور او الفئة اللي حالك بتساعد من ضمن برضو المزايا المهمة جدا ليه او الاسباب اللي ساعدت على نجاح المدونات ان طبعا ايه صديقة لمحركات البحث طبعا هنتكلم عن مضوع محركات البحث ده ان شاء الله في يوم برضو مفصل هنتكلم عليه بشكل تفصيلي طبعا اي عملية تحدث على المدونة ليه عنوان عندك لفوق كده انت بتسغل على موقع بالزبط فطبعا يبقى فيه كل حاجة حاجة بتكتبها يبقى لها يوريل مختلف زي اللينك او اللي فوق هتلاقيه في اللابتوب بتاع حاجة او الكمبيوتر هتلاقيه موجود يوريل اللي هو الرابط بتاخد الرابط ده طبعا هنا نفس الكلام ممكن تشيره على سوشال ميديا واو الاخير وطبعا فحضرتك لو حاببت صديقة لمحركات البحث المدونات لان حاجة مسلا كل منها دي صفحة خاصة فانت لما تجي تختار كلمات مفتاحية طبعا هنتكلم عن كلمات مفتاحية ده في يوم هاته كلمات المفتاحية هي الكلمات اللي بتساعد على اي حد بدور على المحتوى بتاع حضرتك ده بشكل بسيط جدا اي حد بدور على المحتوى اللي حاجة بتدور عليه فبالتالي ده بيساعدك انه يظهر ومحركات البحث يطلع لك النتاج بتاعتك بشكل اكبر وطبعا بتاخد ترتيب او اه اعلى في اه المحركات البحث فهنا نتكلم عنها بشكل تفصيلي يعني مسلا ادي حضرتك مسلا مدونتك الرياضية وحد مسلا بيصرش عن فالتالي مسلا هيظهر له لو انت حرج بتستخدم في الكلمات المفتاحية بتاعت حضرتك في المدونة بتاعتك او المحتوى اللي مكتوب في الموضوعات اللي كتب عن الكريستانو لولاردو او زوجة كريستانو لولاردو او الدوري السعودي او او الى خيره فبالتالي حضرتك طبعا بتبقى اه اه بتوصل ليه بشكل سهل جدا وبيزهر طبعا النتائج البحث بتاعت حضرتك كمدونة او الموقع بتاعك المدون بتاعك او البلوج بتاعك بيزهر له طبعا المحتوى بتاعها بشكل كبير وطبعا دي تكون صديقة جدا دي محاركة البحث فبالتالي ده اللي ساعدها على النجاح والانتشار عندنا من ضمن المزايا اللي بتتمتع بيها المدونات او اسباب النجاح المدونات ان هي تتواصل سهولة التواصل مع المعجبين ان هي تقدم معظم اضافات للتواصل مواقع التواصل الاجتماعي يعني مسلا اللي هي عند حضرتك اللي هي عن او رابط او لينك ممكن من خلال حضرتك عندك مدونة سياسية ممكن تشاير اللينك بتاعها من خلال الفيسبوك بتاع حضرتك عندك مسلا حوالي خمس تلاف او صديق او الف او او اتنين او عشر او تلتمية ممكن تشاير من خلال انت تشاير اللينك بتاع المدونات بتاعتك عن الموضوع الفلاني او القصيدة الفلانية او المعلومة الفلانية او الموضة الجديدة في سانة كزا ممكن بتشايرها بشكل بسيط جدا طبعا من خلال اللينك بتاعها اللي هو الرابط اللي احنا قلنا عليه ممكن بيوصل طبعا على تويتر على فيسبوك محارك عندك صور معينة عن حاجة معينة لو حارك ويهتم بالمحتوى المصور او فيديو معين فبالتالي بتوصل لحضرتك لي اه مع معجبين وبتزيد معجبينك او الناس اصدقائك في فيديو يتابعوا المدونات بتاعتك والمحتوى بتاعك وبشكل كبير طبعا ده ده بيسهل جدا عميد ربط ونشر الاخبار والاحداث من المعلومات في المدونات ومشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي انا حارك عامل فيديو مثلا مدونة فيها فيديو فحارك ممكن تشاير من خلال اللينك بتاع الفيديو بتاعك على المدونات على موقع يوتيوب ترفعه على الموقع يوتيوب ممكن تشايره على الفيسبوك ممكن محاركت باعته على تويتر فاتشايره على تويتر فطبعا ده من ضمن الحاجات اللي ساعدت على نجاح او انتشار المدونات لها سهولة التواصل مع المواجبين اه لهذا المحتوى او لهذا الشكل من اشكال المحتوى الموجودة على المدونات بتاعت حضرتك او حضرتك اه من ضمن برضو الحاجات اللي ساعدت على نجاح المدونات ان هي مجانية ان هي خدمة مجانية او ميزة مجانية بيقدمها الانترنت مش محتاج انها ندفع رسول معينة او فلوس معينة لا تقدم مدونات لمستديم شكل مجاني عملية انشاء او تحديثها ما بتطلبش اي تكلفة طبعا ده بجانب اعماية النشر النفسية للاراء او الترويج لسالع معينة او الدعاية للسياسة معينة للطلع التكريفة مادية بعكس ما يحدث وسائل الالامة التقليدية التي اه تطلب تكريفة باهزة. اه طبعا زي ما حارك عارف ان اه قلنا من شوية ان الانترنت بيتيح لحضرك ان انت من خلال فيه موقع جهازة ممكن بتعمل من خلالها اه بلوج او مدونة وبالتالي طبعا من الحياة اللي سعرت على انتشار المدونات اه في العالم كله طبعا ان هي مجانية خلنا بيقدمها عندك انترنت وفي مواقع بتقدم لك زي تعمل ده بتعمل بلوج او مدونة بتاعتك بشكل بسيط وسهل جدا بتنشأها طبعا وطبعا حضرك في مساحة طبعا كبيرة اه انت عايز تعبر على ارائك السياسية عن ارائك الرياضية عن ارائك الدينية حاجة اي اه اجتياد حالك حابب تتشيره او تنشره مع اه اه مجموعة من خاص انت ممكن تعمله بشكل سهل جدا هو مجاني اه وبالتالي ده من ضمن الحاجات اللي سعرت او مسلا حركة كشاركة مسلا عايز تروج لمحتوى معين او لسلعة معينة برضو ممكن من خلال حرك طبعا تعمل ده من خلال المدونات ده بشكل سهل جدا طبعا ده اه مقارنة طبعا بالاعلام التقليل طبعا تكلفة بالباهزة جدا طبعا ده بسيط مفيش اصلا تكلفة من ضمن الاسباب اللي سعرت على نجاح المدونات. كمان من ضمن المزاق اللي سعرت على نجاح المدونات هي ان هي بتتيح لحضرتك مساحة غير محدودة للتخزين. من ضمن الحاجات. طبعا مدونات تيح للمستخدم مساحة غير محدودة للتخزين. اه ما يريد من معلومات وصور وافلام ووصولات معادلة جماعة. فهي تتميز عن وسائل التخزين الاخرى هيستعتبر غير قابلة للحاسرة او التلف. عنده حركة طبعا اه من ضمن المزاقات البلوج او المدونة ان حضرتك ينفع من خلالها تتخزن وتحفظ صور او تيكست او فيديو او او الاخرى لحسب طبعا اه طبيعة المحتوى بتاع المدونة بتاعت حضرتك. وبالتالي طبعا هي عندها مساحة غير محدودة. يعني مش بقول لك مسلا انا عايزك تحمل اه اه خمسة جيجا عشرة جيجا اه خمسين جيجا. لا طبعا هو بيديك مساحة لا محدودة. غير محدود التخزين طبعا من ضمن ضمن المزايا اللي تتميز بها المدونات. وبالتالي اه اه ده ساعد على انتشارها اه نجاح. اه اه طبعا بجانب الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده الاسباب اللي ساعدت على نجاح وانتشار المدونات. التفاعلية. احنا قلنا تتميز المدونات بالدعم التفاعلية. بين صاحب المدونة الاول صاحب انا انا عندي مدونة. فانا حرك بالتفاعلية دي ببتدأ لنا انشر المحتوى بتاعي. وبين الكراء بقى نفسهم اللي بيتابعوني. سواء ازجان او كراء عاديين بيخش على مدونة بتاعتي. طبعا فبالتالي انا عندي فيه تفاعلية اه من خلال بقى التعليقات يبعطولي عن طريق الايميل بتاعي. عن طريق الرسالة البردية او الايميل او اي وسيلة من وسائل التواصل الرقمي. مسلا ممكن بيبعطولي عن طريق واتساب. الحاجات دي كلها طبعا اه كلها من وسائل الاتصال الحديثة والرقمية الجديدة. فبالتالي ده ساعد على ان هي بتدعم التفاعلية. ومن ده من ضمن اسباب انتشار او نجاح المدونات. يمكن حالك من خلال عندك مدونة وليكن سياسية رياضية فنية زي ما احنا قلنا. ان حضرتك بتبتدي ان انت تنشر المحتوى ده عندك وتشاره على بتاعتك او مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر او او الاخيره او الناس حتتتخش وتقرأ على المدونة بتاعتك وعرفاها. وبالتالي ده بيعمل تفاعل ممكن من الناس تختلف مع حالك في ارائك الرياضية السياسية الفنية التاريخية وجهات نظر معينة مسلا يقولوا رأيهم من خلال اه شعر بتاع حضرتك اللي نشروا على المدونة بتاعتك او القصائد بتاعت حركة اللي اللي بتشيرها او بتنشرها على المدونة بتاعت حضرتك فبالتالي يكون بتسمح به وجود تفاعلية بين الصاحب المدونة والجمهور او المعجبين او الاخيره. طيب. اه اه حاجة تانية انه ارضه من ضمن المزاق كبيرة جدا اللي ساعدت او اه 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 ساهمت في نجاح او انتشار اه المدونات ان هي ممكن اه اه بتدعم الوصول لكل مستويات الاعمار. يعني انا حضرتك اه تمازل المدونة بسهولة وصولها الى جميع الاعمار ومستويات الاجتماعية كلنا على حسب ناحة. يعني مسلا حضرتك انا عندي سهل جدا ان انا تواصل مع المدونات مش موضوع مش صعب خالص. ان انا عارف مسلا في الوسط الرياضي في مدونات اسمها اكس. فبالتالي انا عارف ان هي بتنشر المحتوى الرياضي وعارف صاحب المدونة وعارف اراءه وعارف وانا اطفت معاه فانا بتابعه. عندي حد تاني اقول لا انا والله انا بحب المدونة اللي اسمها واي. فبالتالي انا والله عارف كويس او ان هي دي بتهتم بيه الاراء السياسية حوالين قضية معينة. حوالين حاجة معينة. حوالين علاقات معينة بين بلدين. حوالين اسباب اه حرب. حوالين اسباب آآ نجاح او اسباب فشل آآ اتفاقيات فطبعا ده كله آآ مهم جدا ويه آآ بيساعد على الوصول لكل المستويات والاعمار حالك انت عندك ممكن حد شاب صغير عنده مسلا سبعتاشر تمانتاشر عشرين سنة حد اربعين سنة حد خمسين سنة المدونة ما بتسطرتش آآ آآ ان حضرتك يعني لازم يكون سن معين او فيها معينة لا طبعا ايه ممكن بتوصل بكل المستويات كل العمار بس طبعا كل واحد على حسب اهتماماته وآآ اراءه واتجاهاته حد حابب بيروح لمدونة سياسية عايز يتواصل معها آآ مدونة رياضية عايز يتعامل مع محتوى التفاعل ومحتوى فني او حاجات ده علاقة بالموضة والازياء لو السيدات طبعا بيتحبوا الحاجات ده جد حاجات دي جدا فبالتاني هيفرق جدا على آآ ساعد على الانتشار ونجاح المدونات المصول لكل المستويات طبعا والاعمار طبعا فئات معينة آآ الناس مثقفين ناس اغل ثقافة الناس بيحبوا الرياضة ناس اقصر آآ مثلا آآ مالا حدا اقل مالا الموضوع ما بيشتريتش مستوى معين او حتى اعمار معينة في التعامل مع المدونات برضو زي ما احنا قلنا من ضمن اسباب نجاح المدونات لا تشترط موهلات معينة طبعا يكون اصحاب المدونات حاصين على مستوى معين من التعليم ما اي حد حضرتك عندك القدرة انك تعمل مدونات بتاعت حضرتك مش شرط تكون مسلا معاك معاك دكتوراه او شرط تكون حد خريج كلية ممكن بيكون بس حد عارف ازاي يتعامل مع التكنيكس او الادوات الرقمية ازاي يتعامل مع الموقع ازاي يتعامل مع اللاب توب او الكيبورد ازاي يتعامل مع نص الكتروني ازاي يعرف يتعامل اصلا مع انترنت الموضوع مش محتاج يكون حكر على مؤهل معين اه عن الاخر ده برضو من ضمن الاسباب اللي سعت على النجاح المدونات طبعا من كشكل من اشكال الانواع الاعلام الرقمي اه طيب احنا ممكن نبص طبعا عايزين نشوف ده بشكل عملي قدامنا طبعا زي ما حراكم شايفين هنا دي مثلا اه مدونة مشهورة في التكنولوجيا والهواتف الزكية طبعا متخص عفوا عالم اسمها عالم الهواتف الزكية دي مدونة مشهورة متخصصة بالهواتف الزكية وطبعا المهتم جدا بالتكنولوجيا والهواتف المحمولة والموديل ده نزل ويد موديل ده قبل مش اه فسلا شركة معيناه نزلت لا بطوب جديد شركة معينا نزلت امكانية معينة بكاميرا معيناه طبعا عالم كبير جدا التكنولوجيا والموبايلات والشركات والمركات طبعا موضوع كبير جدا وبالتالي فيه مدونة برضو من ضمن مدونات مدونات كأكزمبل زي ما حراك شايفينها هي موقع عادي جدا زي ما حراك شايف كده بالضبط دا شكل من أشكال المدونات برضو زي ما حراكم شايفين بس دين مدونة بتهتم به الهواتف الزكية او الهواتف المحمولة او السمارت فونز او الحاجات دي كلها. طبعا فيه زي موقع قدام حرك بالزبط انت حرك بتديره لو انت صاحب المدونة دي حرك يتعمل بالكلام ده فانطبع بتعمل محتوى زي ما حرك شايفه كده من خلال زي ما احنا قلنا المنشوية. من خلال التفاصيل الكتير قوي ممكن بترفع صورة وتكلم العنوان وتعمل وتجيب محتوى رقمي زي ما حرك شايف كده يكون تصاحب الادارة بتاعة المدونة دي. دي مدونة ام يعني متخصصة او نوع يعني مهتمية به الهواتف الزكية. عيالة من الهواتف الزكية اسمها كده. طيب اممكن نشوف شكل تاني برضو من امثلة المدونات اللي برضو مشهورة اه اراجيك دي برضو مدونة متخصصة جدا بالمحتوى بتاعها زي ما حركوا شايفين في اه الافلام والمتابعات والبرامج والمسلسلات طبعا وحاجات كتير عنها زي ما حرككم شايفين طبعا وزي حاجات اه برضو المهتم بالمدونات الفنية والافلام والمسلسلات برضو حرك زي ما حرككم شايفين في محتوى اه برضو موجودة على هذه المدونة طبعا فيه باختلافك حاجة كتير جدا في عندنا مثلا برضو مدونة تانية عن عالم الكمبيوتر الناس اللي متميها بالكمبيوترات والحركة الجديدة والشركة الفورينية طرحت اه لاب توب معين خاصية معينة لاغو موديل معين حاجات طبعا المتم بهذا الشأن موجود جدا اه في هذه المدونة طبعا زي ما حرككم شايفين اكد انه موقع بالزبط هو شكل شكل من اشكال المدونات زي ما حضراتكم شايفينه قدامكم كده بالزبط. اه طيب اه نخش على اه شكل من اشكال الاعلام الرقمي او النصوص الالكترونية اللي بندلت تعطيها المدونات والمواقع الاخبارية. طبعا زي ما حرككم عارفين كلكم تقريبا او اللي مش عارف برضو يكون اه عنده معلومة ان النص الالكتروني هو ياما مدونات ياما مواقع اخبارية. طبعا كلنا تقريبا بنتعارض بشكل يومي تقريبا كلنا ما شاء الله يعني مش حد دوقتي يبقاش معها سمارتفون يعني مبقاش حد معها موبايل زكي. فبالتالي بقى عندنا طبعا عندنا فيسبوك عندنا تويتر عندنا اه واتساب عندنا انستجرام عندنا عندنا كل الحيات الاجتماعية الجديدة دي والشبكات الاجتماعية. مواقع التواصل الاجتماعي بقت منتشرة بشكل كبير جدا وفعال. وبالتالي برضو هتلاقي عندنا او اه عندنا في موجودة بتاعة المواقع الاغبارية كتير. طيب يعني يعتبر المواقع الاغبارية من اشهر اصلا انواع الاعلام الرقمي. يا طبعا يمكن من خلالها نشر الاخبار والصور طبعا والحداث اول بول وتتميز بالتحديث المستمر عندنا طبعا في مواقع يعني دائما كل هنا تقريبا بنتعام بشكل لحظي تقريب يعني مكانش يومي يعني مو في ناس اللي شغالة في مجال الاعلام او في الاعلام الرقمي او او الاخره في الصحافة او في اي شكل من اشكال الاعلام هتلاقي دائما عنده وبتعام مع اخبار تعالى محتوى رقمي بشكل يومي والصور وانفو جراف طبعا وكل اشكال المحتوى الرقمي. طيب. ممكن نشوف المواقع اللي اخباريته بعملة ازاي? المواقع الاغبارية تقريبا كلنا زي ما قلت الحركة بنفتحها بشكل يومي زي ما حرككم شايفين كده. ده مسلا اه موقع جريد الشارك الاوسط. السعودية طبعا وده اه اه موقع مشهور جدا في العالم العربي. اه او الجريد طبعا الشارك الاوسط جديدة كبيرة ومشهورة جدا. ويه اه ليها ويب سايت او ليها موقع اخبار بتاعها. اه بيتونش وطبعا بيتحد بشكل يومي زي ما حرككم شايفين كده. ده شكل الموقع بتاع اه جريد الشارك الاوسط او موقع الشارك الاوسط. هي ليها نسخة ورقية هما اه ده النسخة او الويب سايت بتاعها. زي ما حرككم شايفين كده اه اه ده تصميم الموقع صفحة الخارجية للموقع عادي جدا. اه وبالتالي اه مجموعة من الاخبار. زي ما حرككم شايفين اهو. اه طبعا يعني وقت ما اخترت دي طبعا كان فيه محتوى غير طبعا كل اللحزة بقى فيه محتوى تاني وقتدي يعني يحصل له تحديث. فطبعا ده مش يعني مش ممكن مسلا نكون دلوقتي. فطبعا زي ما حرككم شايفين كده. ده اشكال العنوين او المحتوى او الموضوعات اللي موجودة على موقع اه جارية الشرق الاوسط السعودية. طبعا اه فيه توليفة كبيرة من المحتوى الموجودة على الموقع فبالتالي عشان يرضي لجميع الازواء الجمهور بتاعه او الكراء بتوعه اعمل اللي بيشاهدوا الموقع او اللي بيفتحوا حتى عن طريق فبالتالي الكمية توليفة كبيرة جدا من المحتوى الموجودة على الموقع بتاع الشرق الاوسط. زي ما حرككم شايفين طبعا فيه مساحة طبعا فيه سور برا هي وفيه طبعا مساحات زي او مساحة ظاهرة برا كده. بيتحطوا الموضوعات اللي هم اه الادارة الموقع حابين يظهروها للجمهور بتاعها. توليفة معينة ما بين مثلا محتوى سياسي محتوى آآ رياضي محتوى فني محتوى آآ آآ صراعات معينة حروب او او الاخيره طبعا بيتدوا يهتموا يطلعوا ده بشكل على الصفحة الراسية اللي هي للموقع بتاع جلت شرق الاوسط. طيب. آآ ده موقع تاني طبعا موقع آآ العربية. آآ طبعا موقع العربية هو موقع برضو سعودي مشهور جدا وبردو ما فيه قناة العربية. طبعا ليهم موقع اخبالي زي ما حرككم آآ شايفين جدا. ده شكل الموقع العربية دوت نت. آآ زي ما حرككم شايفين طبعا آآ الوجهة بتاعته او الصفحة بتاعته الراسية. برضو مجموعة من آآ الاخبار وتوليفة من المحتوى الرقمي الموجود على. الموقع. آآ طبعا حاجة عن آآ الحرب الاوكرانية الروسية. حاجة عن مش عارف هجوم على حاجة معاية على الجنيسة. في عندنا هنا آآ ماسك آآ اللي هو آآ رئيس مركز دارش فيركي تويتر او صاحب تويتر. بيتكلم عنها في عندنا حاجة عن ترامب. في عندنا حاجة عن آآ طريق تخزين التماطم في السلاجة. طبعا آآ محتوى متنوه جدا. وشكل من اشكال الويب سايت او الموقع الاخباري. زي ما حرككم شايفين عندنا الصفحة بتقسمة لمجموعة من الاشكال. رائسية واخبار واخبار السعودية واسواق ورياضة والعربيات والتي في والبرامج بتاعت الويب سايت وعلى منوعات او البرامج بتاعت القرية. ومقالات معينة عن الموقع. في الاخيرة بيبقى فيها محتوى متنوع شوية. ومعامل سكشن كمان اسمه كورونا عن آآ آخر احداث او آآ ابديت لي آآ آآ كورونا المستجد. وسكشن كمان عن البودكاست. طيب وهنا نتكلم برضو يعني البودكاست في محاضراتها برضو القادمة. بشكل تفصيل. طيب. آآ شكل برضو من اشكال المواقع الاغبارية. آآ طبعا ده حاجة مهمة جدا لشانك انا جاي بكزامبلز كتير. آآ عن المواقع الاغبارية. آآ طبعا زي ما حالكم شايفين آآ ده موقع سكاينوز عربية. آآ طبعا ده موقع اماراتي مشهور جدا وبردو من المواقع المشهورة. طب التالي احنا جايبين آآ لحضراتكم آآ جايب لحضراتكم برضو تفصيلة من الاشكال الموجودة قدام حضراتكم. طيب آآ ده برضو آآ برضو في تأسيمة معينة جدا وشكل من التوريف من المحتوى المختلف. علشان خاطر طبعا آآ يقدم للجمهور كمية من المحتوى الرغمي. الجذاب ويساعد طبعا على آآ مشاهدة الموقع هوا تحقيق يعني او ارقام الناس اللي بتقرى الموقع. طبعا برضو هتلاقي هنا برضو في الرأسية. وبردو هنلاقي فيه عن الاخبار شرق الاوسط. عن آآ نفذة برضو متقسمة هنا زي ما حالكم شايفين آآ نفذة مغربية وفي اخبار عالم واخبار رياضة واخبار علوم ومنوعات وفيديو واقتصاد ووالا زي ما حالكم شايفين آآ توليفة كبيرة من المحتوى على الصفحة بتاعت الموقع. والصور طبعا زي ما حالكم شايفين خبر رياضة برضو وفي خبر عن ترامب في خبر عن آآ من ايمان يونيتد وفي خبر عن انفجار منفق بيروت لما زي غابت المحاسبة طبعا تقرير او تحقيق او او الاخير زي ما حالكم شايفين من اشكال الفنون الصحفي طيب برضو في مثال تاني برضو ويب سايت برضو مشهور اسمه آآ العين برضو العين اخباري هو موقع اماراتي آآ برضو زي ما حالكم شايفين برضو ده شكل من اشكال المواقع الاخبارية برضو محتوى آآ متميز ومختلف صفحة رأسية في غربة اخبار وبتأسيمات زي ما حالكم شايفين فوقهم في الاخبار العاجلة فوق. وفي آآ برضو حاجات سياسية وشرق اوسط وعالة وحاجات تكنولوجية وحاجات خبر ليه علاقة بترامب وا 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 الاخيره ويه خبر عن سجن مش عارف منفز هجوم كزا وآآ جوجل على اعتب كارسة بتاعته منظلات واربين عاما في امريكا بيقدموا طبعا توريفها ومحتوى مختلف ومتنوع آآ لي ارضاء جميع ازواق القرار بتوحب او الجمهور بتاعهم. برضو موقع تاني آآ احنا احنا متواصلين شوية بالمواقع الاخبارية انه طبعا لازم كتير على المواقع طبعا لدي اشهر حاجة في الاعلام الرقمي طبعا ده مهم جدا ان احنا نتعرض دي دي ونبص عليها ونشوفها ونفهم آآ ايه المواقع دي تعمل ايه بالزبط وان شاء الله في من دمن ما حضراتنا هنتكلم عن آآ طبيعة العمل او ايه اللي بيحصل داخل الغرف الاخبار الرقمية بشكل عام والمواقع بشكل خاص طبعا نتكلم عليها آآ طبعا ده حاجة مهمة جدا طبعا ده بيأهلك ان شاء الله او بيأهل حضراتكم لان انت بعد كده ما تيجي ان شاء الله يكون لو انت حرك وريد شغال في غرفة اخبار آآ طبعا بتتطور من امكانياتك واتدرب بشكل افضل اولا حركة لسه عايز تقبل على سوء العمل آآ الاعلام الرقمي طبعا هيبقى في فرصة عند حركة طبعا بعد ان شاء الله الكورس ده او المادة دي او التخرج بإذن الله هيبقى موضم فيه جدا عن حضرتك ومعندك كمية من المعلومات والمهارات والخبرات الاكاديمية والمهنية والعملية اللي توحيلك ان شاء الله في العمل في هذا المجال ده موقع بي بي سي عربي طبعا موقع بي بي سي عربي مشهور جدا آآ فيه نسخة عربية منه آآ ده طبعا بريطاني آآ انجليزي طبعا هيئة اللي زعب بريطانية بي بي سي آآ وزي ما حراكم شايفين طبعا ده شكل الصفحة الرأسية دي مساحة طبعا فيها اعلان اللي هي الحتة اللي فوق الفاضيه دي طبعا آآ ووقتي الخديل سكرينشوت او ان انا هجيب للحركة الصورة دي طبعا بي بقى فيها الشكل الاعلان ده اه طبعا زي ما حراكم شايفين اه 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 اخبار برضو مجموعة معينة طبعا كل موقع زي ما حراكم شفتو كده قبل كده كل موقع من دول لي شكل معين زي ما حراكم اهو زي ما حراكم شكل هؤو كل واحد دي شكل تصميم معين شكل معين آآ آآ عرض موضوعات بشكل مختلف شايفين بصوا اهو كل واحد دي شكله كل واحد دي تصميمه كل واحد دي ادارته طبعا كل واحد دي سياسته كل ده زي ما حالكم شايفين طيب برضو موقع اه اه مصري هو موقع للمصر اليوم دي جريدة مصرية مستقلة خاصة يعني اه الويب بتاعها زي ما حالكم شايفين برضو بشكل معين ومجموعة من الاقسام زي ما حالكم شايفين هنا زي ما انتم شايفين كلا اقسام خدماتي محافظات رياضة حوادس رأي زي ما حالكم شايفين واخبار طبعا الرياضية وفنية واعلامية واخبارات الخدمات وطبعا هنا علمين بشكل معلدي اعلانات زي ما حالكم شايفين ده برضو من ضمن المواقع الاخبارية برضو المشهورة في مصر برضو موقع مهم جدا بالعربي برضو زي ما حالكم شايفين طبعا موقع كبير وقناة برضو اخبارية كبيرة برضو زي ما حالكم شايفين اخبار وتوليفات وتأسيمات وشكل وتصميم مختلف طبعا كل موقع ما اللي احنا عرضناهم لتقسيمها معينة او تأسيمها معينة خاصة بيه وبالتالي طبعا كل واحد لي وجهة نظره وسياسته وادارته طبعا اخبار معينة ومختلفة من كل موقع والتاني وشكل مختلف من كل موقع تاني بس في نفس الوقت برضو لازم بحضراتكم عارفين اشكال المواقع ويه اللي بيحصل فيها وان شاء الله زي ما قلنا من شوية ان شاء الله هنتكلم على طبيعة العمل داخل او غرف الاخبار الرقمية ان شاء الله بشكل تفصيلي جدا في وقت تاني في محاضرة تانية ان شاء الله برضو ده موقع اسم موقع مصراوي ده موقع مصري برضو وبردو من اشهر موقع بس ده ملوش جريدة ورقية يعني موقع خاص كده ملوش علاقة بالنسخة الورقية للجرائد يعني هو مش جريدة هو ويبسايت بس يعني خبر ويبسايت فقط موقع اخباري فقط ملوش اي نسخة ورقية او الاخرة بس بيقدم محتوى برضو متميز ومتنوع زي ما عارقكم شايفين خدمات وارشيف ومنقيد صلاة ولايف سيكشن عامل ليه هنا وعمل اسعار عملات وعمل الاخبار كتير جدا زي ما عارقكم شايفين اهو وتعليم وفن وحاجات العلاقة بالارصاد وحاجة العلاقة بالعمرة وحاجة بيه علاقة بالتعليم ووزارة التعليم وحاجة ليه علاقة بمنتخب مصر لكورة اليد والاخرة طبعا في الفترة اللي خدنا فيها في نفس التوقع برضو ده من اشهر المواقع المصرية الاخبارية مشهور جدا ممكن برضو الكثير من حضراتكم لو متابع الشأن المصري او الاخبار بشكل عام ممكن بيكون برضو بتابع موقع زي موقع مصراوي او مصر اليوم او العربية او بالعربي او بالعربي او العين الاماراتي او شجرة الشرق الاوسط السعودية كمية كبيرة من المواقع الاخبارية المشهورة والثقة جدا الواحد بيتابعها عشان يبقى بزاة بشكل خاص الناس اللي هم مشغالين في مجال الاعلام وبشكل عام الناس اللي بيحبوا الاعلام والاخبار وامتابعة الاحداث طبعا دي ثقافة وبالتالي اه ممكن بيكون مجموعة كبيرة من حراكم ما كانش الكل بيتابع طبعا هزي المواقع بشكل او باخر عندنا برضو شكل تاني من اشكال الاعلام الرقمي او شكل او نوع من الاعلام الرقمي عندنا برضو الكتب الكتروني طبعا هو كتاب يعني كتب الكتروني هو كتب زي ما حالكم طبعا يعني عارفين او ممكن برضو نشرحه. الكتاب الالكتروني هو كتاب يتم نعشه بتنسيق رقمي يكون مسلا ملف او الاخير طبع Haha بيكون تعليمي. هي حاجات تجارية طبعا عشان تقرأ الكتاب الالكتروني اسب طبعا يكون عندك جهاز رقمي ان حضرتك يكون عندك جهاز رقمي يمكن ان انت تتعامل به اه تفتح به مسلا الموبايل تفتح به الكتاب الالكتروني ده او الفايل البدف تقرأ طبعا المحتوى بتاع الكتاب وبالتالي مسلا او الكمبيوتر بتاع حرك او اللاب توب او او اي وسيلة طبعا من الاجهزة اللي ممكن بتتعامل بها مع متوى اعلام رقمي. اه ايباد تابلت على حسب طبعا حرك بتتعامل مع ايه بالزبط? او عندك حدك عندك جهاز ايه الكتروني. فبالتالي ممكن طبعا ان انت تحمل الكتاب اه اه الكتروني او على سيغة طبعا او اه بشكل من اشكال الاعلام الرقمي. اه يمكن طبعا نقول ان احنا اه كتير من الكتب دي طبعا من الكتب ايوترانية بتتعمل في تسوير رقم يبقى سيغة بتحملها مجانا طبعا مخابل انوان البيد الكتروني خاص بالقارئ. ممكن استضعوا في بعض الاغراض التسوقية يعني عند الاعلام بتاعك او رقم طبعا الواتساب بتاع حضرتك. لكن ممكن في بعض الشركات بتدو ان هما يدو لك الكتاب بتاعها وبقى ودور الناشر او الاخيره. عشان خاطر طبعا يبعطوا حرك بقى رسائل بردية يبعطوا حرك آآ رسائل معينة احنا عندنا اصدار كتاب الفلاني عندنا المحتوى الفلاني عندنا سلعة فلانية طبعا ده من ضمن برضو الحاجات اللي بستخدم فيها الكتب الالكترونية. طبعا في عندنا كتب الالكترونية طبعا بتاخد النفس اغراض الكتب العادية يعني زي بحضرك بالزبط حابب فيه رواية معينة تمام حضرك ممكن بتروح تشتريم المكتبة بشكل ورقي عادي. فيه مواقع طعم بتقدم ده بشكل فري وبالتالي ده بيبقى شكل سهل جدا وبشكل ما يكلفش خالص وبالتالي هو بيحب يعرى مسلا هو في الصفر على الموبايل على التابلت على اللابتوب على اي وسيلة من وسائل اللي يتقرى بها محتوى رقمي اي جهاز الكتروني. آآ فبالتالي لا يقول لك لا انا مش معايا مسلا آآ فلوس معينة او ماديات معينة عشان اروح اشتري اعاني اشتري مسلا خمس ستة كتب بمرقم كبير فبالتالي لا انا مش هينفع او او كده آآ رواية جديدة نزلت فبالتالي ممكن بعض الدور الناشر بتنزل او بعد المواقع بترفع الكتب اونلاين او اه اه الكتروني فبالتالي طبعا ده من حيات الاشكال الاعلام الرقمي ان حضرتك ممكن بيكون عندك مجموعة من الكتب الالترونية وطبعا بيتوفر وفي نفس الوقت سهلة جدا برضو من مزايا الاعلام الرقمي ان حالا يكون تفتح الموبايل في اي وقت في اي لحظة تقرأ الكتاب بتاعك او تكمل الكتاب بتاعك او تبص على حاجة ازا كان بقى ازا كان كتاب تعليمي او ازا كان طبعا وفترة كورونا والموضوع اللي كان اللي عمل الدراسة حتى في بعض الدول العربية او في الاغلب الدول العربية ما كانش معظم يعني اا والعالم كله تعليم كان بيشتغل كله اا اا او من بيت من البيت عن بعد التعليم عن بعد ان احنا محالك ممكن الكتب حتى كانت بتتبعت على اا ملفات ايه كتب الالكترونية واولا يا غيره كان طبعا اا وفيه اا تابلت وكان فيه انزمة كتير جدا عشان تتعامل مع حرك ان انت طبعا اشان اا منع للاختلاط بين الطلبة او الاطفال في المدارس والجامعات فطبعا ده بقت حاجة مهمة جدا وبالتالي كان برضو من ضمن اا الحياة اللي اعتمدنا عليها لكلنا كمستخدمين للانترنت وفي العالم كله على هذا الاا الاعلام الرقمي او المحتوى الرقمي ان كله بيشتغل اا رقمي وديجدل وما كانش في حد طبعا بيتعامل في الفترة دي اا بشكل ورقي بشكل تواصل عشان طبعا منع لانتشار العدوى او الفيروس او الاخرى طبعا والوقاية من الامراض. اا طبعا ده من ضمن الاشكال الاعلام الرقمي. طبعا الكتب الالكترونية. طبعا الكتب الالكترونية في ويبسايتس كتير جدا 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 جدا. اا حالك طبعا لو اي محارج بحس حارج عايز كتب تحميل مش عارف اا للتجارة. اا كتب الالكترونية او كتب لتعليم. كتب مش عارف للرواية كزا. كتب لتاريخ كزا. طبعا معظم الكتب اا طبعا مش كل الكتب بقت متاحة دلوقتي بس طبعا الاغلب دلوقتي بقى موجود اا الالكتروني. طبعا عليكم بتحمل كتاب الالكتروني جدا وتتعامل مع محتوى بشكل ديجدل. وبالتالي برضو من ضمن الحاجات المهمة. عندنا برضو من ضمن اشكال الالام الرقمي اللي موجودة برضو عندنا الرسالة بردية. يعتبر البريد الالكتروني من اشهر رسالة الالام الرقمي برضو. هو برضو اداة قوية جدا سارة للتواصل. وكما تستعمل حركة البريد الالكتروني الاستيطام الشخصي او لاغراض عمل. فهو شيء طبعا تتحقق منه وعدة مرات فيه اليوم. عند حضرتك مسلا عندك طبعا مفيش حد تقريبا في العالم كله ما عندوش ايميل. الناس اللي هم اللي بتعاملوا بشكل ديجيتال يعني. حضرتك حضرتكم كلكم تقريبا عندكم ايميلات. ما كانش بالفعل يعني عندكم ايميلات. لازم طبعا بتعمل من خلاله حرك بترسل رسائل معينة وتستقبل رسائل معينة. ممكن بتبعت رسالة للجامعة اللي حركت بتدرس فيها او الجامعة بتبعت لحضرتك رسالة على الميل بتاعك او الايميل بتاعك. ان تتستقبل بها اه مسج معينة. خبر معين. او الله اللي امتحان بتاعك اليوم كزا. المادة الفلانية اه هتبتد انها حرك المادة اسمها مسلا اكس ان انت حرك امتحانها اليوم كزا. الامتحان النهائي يوم كزا. اه ده في مش عارف تم دفع التقليل تقليل حجم المنهج في مادة كزا. في في تواصل من خلال الرسائل البردية او البريد الالكتروني وبالتالي حضرتك طبعا اه ممكن بتستخدمه على مستوى شخصي او على مستوى اه عام مسلا حالك حبيب تقدم في وظيفة معينة طبعا باش في حد حاليا ان دولة ياخد ورق ويطبع مسلا سيفي او يطبع طلب تقديم وراح يساهم بشكل ورقي. بقى كل العالم بيشتغل بشكل اه دجتال وبشكل الكتروني وبالتالي حضرتك او حضرتكم بتتعاملوا من خلال الرسائل البريدية. اه اه برضو ممكن باستخدامه مثل ما قلنا استخدامه مستخدام شخصي انا ببعت لصديقي او لزميلي في الجامعة المحاضرة الفلانية او الكتاب الفلاني او الامتحان الفلاني الفلاني الفلاني. طبعا زي ما حالك معارفين فبالتالي بتتواصل مع الاخرين على مستوى شخصي او على مستوى حتى في العمل حالك شغال مسلا في شركة معينة او شغال في مؤسسة معينة وبالتالي حالك ممكن بتبعت المؤسسة وتواصل عن طريق المؤسسة عن طريق الايميل وتواصل معهم بينك وبين زميلك في العمل بينك وبين اصدقائك في الجامعة او زمالك في الجامعة على مستوى التقديم للوظيفة طبعا دي من ضمن الحاجات الوسائل الاعلام الرقمي اللي هي الرسائل البريدية. طبعا وده مهم جدا ومفيد في نفس الوقت ان حضراتك طبعا بيوفرها لحركة مجهود ووقت وسرعة وطبعا حركة مجرد انت حركت معاك الموبايل بيجي لك ان يجي لك رسالة بردية من الشركة الفلانية اللي حركة ما قدم فيها الشهر اللي فات الاسبوع اللي فات بيجي لك مثل زي ما قلنا من الجامعة بيجي لك رسالة من صديقك اللي مسافر برة وبعت لك ايميل معين في كتاب معين في تفاصيل معين في جواب معين في آآ رسالة معينة فطبعا ده حاجة بقت مفيدة جدا ووفرت وقته مجهود كبير جدا في العصر الحديث. آآ في عندنا برضو حاجة مهمة جدا اللي هي الار اس اس برضو لازم حركة تكونوا عارفينها دي برضو من ضمن اشكال الاعلام الرقمي او المحتوى الرقمي برضو النصوص الموجودة النصوص الالكترونية الموجودة احنا قلنا برضو عندنا آآ نرجع كده بشكل بسيط عشان ما ننساش احنا عندنا من ضمن اشكال الاعلام الرقمي النصوص الالكترونية وقلنا النصوص الالكترونية دي موجودة في آآ المدونات، المواقع الإخبارية، الرسالة البردية، الكتب الإلكترونية طبعاً والرس اس. ايه الرس اس دي؟ المفترض كان بيقول يعني كان بيطلق على الرس اس دي المفترض او ملخص مكسف للموقع. يعني كان مثلاً اللي كان الموقع الفلاني اللي هو مثلاً وليكن موقع جريد الشرق الأوسط، موقع العربية، موقع عربية، موقع مصراوي، اي موقع من الموقع اللي احنا عرضنا من شوية واشكالها عامنا ازاي؟ كان بيبعت لحضراتكم اللي هم الناس المشتركين او اللي بيتابعين ديهم وعلى الايميل بتاعهم او بيبعت لهم اخبار بتاعت الملخص اللي بيحصل ده كله في الموقع. يقول لك والله عندنا نشرة معينة بيجي لنا خدمات معينة بيجيب لك طبعاً بيبعت لك كل التفاصيل دي كلها على بتاع حضرتك او على الايميل بتاع حرك اي وسيلة طبعاً من التواصل فدي طبعاً ملخص مكسر ده كان في الاول اما دلوقتي بيتكلموا المصطلح ده بقى اختصار للحاجة تانية اكبر شوية اللي هو اللي عبارة اقصى يستخدم الان هي او يعني تلقيم مبسط جداً او خلاصة مبسطة جداً يعني احنا بيجيب لك يعني توليفة كده باهم الاخبار اللي حصلت لو انت طبعاً حركة مشتركة معاهم في الخدمة دي فطبعاً دي خدمات على المواقع ببتدي اني حتى بيبعت لها حضرتكم الخدمات دي بتوليفة معينة باخبار معينة ومجموعة معينة من الاخبار طيب ممكن نشوف اكزامبل على الخدمات النصية اللي هي الار اس اس دي برضو عندنا مسلاً وليكن موقع العربية زي اكزامبل زي ما عارقكم شايفين موقع العربية عندنا آآ عنده سكشن بالار اس اس طبعاً هو حتى كتبها انا هنا هو في الموقع زي ما عارقكم شايفين خدمة الارس هي خدمة جاية جاية تمكنك من حصول على اخر الاخبار فورة وردها على الموقع التي كنت مشترك بها طبعاً امتبشتري في موقع العربية فبقول لك الكلام ده فبدلا من تصفح الموقع والبحث عن المواضيع الجديدة فان خدمة ارسي على تلك الموقع فور نشرها تشمل اخبار المتلقابة زي الطريقة بوصلة سورها على عنوان الخبر ومختصر لنص الخبر ووصلها او رابط للنص الكامل على موقع آآ منتج الخبر طبعاً حالك بتشترك في موقع اسمه العربية موقع اسمه مصراوي موقع اسمه اي موقع حالك بتشترك فيه هو بيبعث لحضرتك اهم الاخبار التوليفة اللي حصل في اللي حصلت في خلال اليوم وبيبعث لك مع مختصر نص سامري كده زي ما احنا قلنا في التعريف من شوية سامري ملخص لللي حصل في الخبر ووصلت او رابط للنص الكامل طبعاً لو حالك حالك بتعمل اه من خلال اه نفسه ده هو اللي انت مشترك حالك فيه بيبعث لك طبعاً كل تفاصيل الاخبار او الاحداث طبعاً على طبعاً بتفتح ساعتها من خلال الموقع التاني فبالتالي دي خدمة طبعاً من ضمن الاشكال النصوص الرقمية او النصوص الالكترونية من ضمن انواع او اشكال الاعلام الرقمي برضو مش بس موقع العربية اللي عامل الخدمة طبعاً معظم الموقع عاملين للخدمة دي ولكن مسلاً اه اه زي ما حالككم شايفين برضو ده شكل الخدمة على موقع مصراوي اسمها الار اس اس اللي هي اعتبر بتعمل بالعربي كده من بسيط او باللغة بسطة جداً انه هو اه دي خدمة حضراتكم بتستقبلوها لو حالك مشترك فيها على الموقع ده لو عليكم مسلا موقع مصراوي او موقع العربية من شوية ان حضرتك بتشترك في الخدمة دي هو بيقول لك هنا هي هي الخدمة دي خدمة موكرة بحصول عليك الاخبار من مواقع المفضلة طبعاً لو انت مشترك في موقع مصراوي العربية سكاي نيوز جريت الشرق الاوسط موقع الوقع الشرق الاوسط على حسب على هذه المواقع في بدل ما تصفح هذه المواقع في بدل ما تخش على الموقع وتسيرش على الاخبار وبمقارات الجيفة ان خدمة تخترك بعزي الاخبار والمقالة تفور نشرها وتكون الاخبار متلقبة هذه الطريقة على شكل عنوان الخبر وقعت لك بس ان شاء الله بازن الله فهناعمل المحاضرة مخصوص على العنوين في هنتكلم معنا بشكل تفصيلي طبعاً ان شاء الله عن ان شاء الله حضرتكم دي برضو من ضمن الحياة اللي بتاهل ان شاء الله حضرتكم في سوء العمل الرقمي وبتساعد كمان وتتطور ان شاء الله اه مهارات حضرتكم في التعامل او في العمل في هذا الفيلد او هذا المجال. اه طبعاً وتكون الاخبار المتلقبة هذه الطريقة على شكل عنوان الخبر زي ما قلنا وملخص الخبر واصلة للنص الكامل طبعاً اللي هو الرابط ويجيب لك الاعلان الخبر وملخص ايه اللي حصل فيه الخبر ده. هذه الخدمة خدمة اغبارية مجانية ولا تهم احتساب اي ولسومة على استخدامها. ده الموقع المصرية بقول لك انا بعمل الخدمة دي مجانية اللي انت بالنسبة لها انا بعد لك المحتوى بتاعي. وحضرتك تبص تخش تشوف المحتوى وتقارى عندي المحتوى بتحتمل ده بالنسبة للمواقع بيفيدهم جداً على مستوى اه بيزنس وبترجم ده الارقام وفلوس. الاستفادة لخدمة الاري سيس يجب ان يكونوا متواصف حالانترنت لاتستخدمهم ويدعم تقنية الاري سيس. طبعاً بي في حاجات تقنية كده معينة. يعني مسلا ممكن يكون كوروم بيدعم وانتريك سوء ما اللي يدعم وهكذا حاجات معينة. او يجب عليك الحصول على برنامج قارئ الاختبار اللي هو اللي هو بيجي لك عن طريقها الخدمات دي او الكدمة دي. ده برضو من دمن الاشكال بتاعة النص الالكتروني كنوع من انواع الاعلام الرقمي. برضو ده ده مزمى الموقع مصروي. عندنا برضو موقع اليوم السابع ده برضو موقع مصلي مشهور جداً برضو كان مفترض هو موقع اصلاً في الاساس وبعدين عمل نسخة ورقية لي كجريدة ورقية. طيب. اه برضو الموقع اليوم السابع زي ما حراكم شايفين اهو اه برضو تصميم بتاع الار اس اس هو بقولك اهو اخبار عجلة ده ده زي اللوجو بتاع الاخبار اس اس او الشكل الاخبار يعني خدمة الار اس اس طبعاً بيقولك انا عندي انا اخبار عجلة ده بيجيب لك حوادث يمكن يبعط لك خدمة منه من الار اس اس لو اخبار رياضة الناس المهتمين بشأن الرياضي برضو مش بس يبعط لك اخبار بس ولا محافظات ولا الرياضة بس يبعط لك فان اخبار عربية اخبار سياسية تخارير مصرية اقتصاد وبورصة كرة عالمية الناس اللي بتتعبير دولات الاجنبية الانجليزي والاسباني وهو لا غيره والالماني وكل ده اخبار تلفزيون اخبار عالمية كل الحاجات اللي حارك شايفينهم دي على حسب ما حضرتك بتختار اللي حابب الخدمة دي تشترك فيها او يجي لك الاخبار بتاعتها طبعا بيبتدي تفعل ويجي لحضرك طبعا على بتاع الويبسايت او على الايميل او على اي خدمة من الاشكال او شكل من الاشكال اللي حضرك طبعا تتلقى عليها اي محتوى اه رخمي. ده بالنسبة ليه الموقع اليوم السابع زي ما حاركم شايفين. اه طيب اه ممكن نلخص اللي احنا قلناه من من شوية كده. ان احنا اه كل اللي احنا اتكلمنا عليه النهاردة احنا اتكلمنا عن الاشكال او انواع المحتوى الرقمي. اه عندنا خدنا حاجة مهمة جدا اللي هي اولا النصوص الالكترونية. وعرفنا ان ده شكل من اشكال الاعلام الرقمي. وعندنا فيه منه كزا شكل. النصوص الالكترونية دي عندنا قلنا المدونات. اتكلمنا عن انواحها واسباب نجاحها والاتماس به. واتكلمنا عن المواقع الاخبارية. طبعا وعرضنا بشكل كبير جدا. اه كل تقريبا او معظم المواقع يعني على قد ما قدرتنا طبعا. اجيب لحالكم توليفة كبيرة. اه من المواقع الاخبارية المصرية والعربية. اه اللي طبعا عشان اه يكون عند حالكم كل تفاصيل المواقع دي. واتكلمنا عن الكتب الالكترونية برضو وعرفنا ان معظم الدنيا او المجال في عالم الكتب بقى او الروايات والكتب التعليمية وبقى كل الناس بقى تتجه له الكتب الالكترونية والرقمية وبالتالي ممكن نتحولها وطبعهم بيستخدام كلنا لي المحتوى الرقمي يعني خلال مثلا ويبراها من على المبايل من على اللابتوب وبقى ممكن في كمان مكتبات كمان في او حاجات الكترونية برضو بتعملها لكتبات تعمل لك زي ارفف معينة وتقسيم معينة لهذه الكتب. واتكلمنا على الرسائل البردية وطبعا من ضمن الرسائل البردية دي طبعا اه شكل بالاشكال المستورة الالكترونية. وقلنا ان ممكن بحضلك طبعا تتعامل بها من خلال تقديم على وظيفة او بشكل شخصي مع اصدقائك في الجامعة او زميلك او حتى تواصل مع الجامعة اللي بتدرس فيها او اه شكل تاني اه اه اتعايز تقدم في وظيفة ممكن بحضلك طبعا تتعامل ويه تقدم من خلال البرد الالكتروني او رسالة الالكترونية او ممكن الشغل حتى يبعث لك اه او العرض اللي حالك تتعامل بيه دي لو قدمت في وظيفة ممكن بيقولوك تعال عندك او او الاخيرو. طبعا دي من ضمن الاشكال. حاجة تانية ويه اه طبعا اتكلمنا عليها اللي هي ودي اخر حاجاتنا عليها اللي هي قلنا المفترض اللي هي او ترقيب مبسط جدا او خلاصة او يعني الملخص اللي بيحصل هو ده الاحداث طبعا باختبار زي ما احنا قلنا بالشكل اللي حالك عرضناه اللي هو الاشكال دي مسلا ممكن حالك بتجيلك اخبار عجلة حوادث اخبار محافظات رياضة اقتصاد وبورصة تقارير مصرية عز اخبار عالمية طبعا الحسب من حالك المشترك اه طبعا دي من ضمن الاشكال النصوص الالكترونية ضمن انواع او اشكال الاعلام الرقمية اه ويعني بكده نكون احنا موصلنا لي نهاية المحاضرة اه ان شاء الله بازن الله اه اتمنى تكون يعني استفدته في هذه المحاضرة وان شاء الله بازن الله اه المحاضرة القادمة نستكمل باقي اشكال اه الاعلام الرقمي اشوفكم على خير ان شاء الله وبتوفيه لائح وخالص التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.